امازون والتجارة الالكترونية بتقدم لكم فرصة ذهبية لحتى يصير عندكم تجارة وبزنس خاصة فيكم ولكن هل يطرى هلأ هو الوقت المناسب لحتى تبدأوا عملكون على امازون بهيدا الفيديو رح نحكي عن 3 نقاط اساسية رح يساعدوكم لتجاوبوا على هيدا السؤال ببدأ هلأ او بنتظر شوي شو رأيكم خلينا نبلش اذا هيدا اول مرة بتحضروا فيديو على هيدا القناة هاي انا كريستل مؤسسة امازون سيلر سوسايتي او مجموعة باعة امازون بمنطقة شرق الاوسط ونحن منساعد رواد الاعمال والشركات انهم يطلقوا عملهم ومنتجاتهم ومبيعاتهم تصير مزدهرة على امازون بمنطقة شرق الاوسط من كورسات لخدمات تجارية وخدمات بزنس بنقدم كل الامور اللي انتو بحاجة لها الا اوفيكم تعرفوا تفاصيل اكتر على الويب سايت تبعنا www.assmiddleeast.org خلينا نبدأ بثلاث امور وثلاث نقاط اساسية ضرورة تفكروا فيها وقتا بتكونوا تقرروا هل يطلق ببدأ عملي على امازون هلأ او بنتظر شوي شوي بنتظر شوي من الوقت ما حدا بيعرف كم قديل مده ولكن هل يطلق بأجر الموضوع شوي النقاط هن الاساسية رح نحكي عنهم هن الميزانية الوقت والسرعة هول النقاط الاساسية اللي بدنا نفكر فيهم خلينا نبلش بنقطة رقم واحد الميزانية الشيء الضروري تعرفوه عن امازون يلي هو فينا نقول شوي شبيه بالتريديشنال بيزنس او الاعمال التجارية المعتادة يلي نحنا بنعرفها يلي بكون مثلا مضطرير انه نستأجر محل او نستأجر مكتب ونجيبه موظفين يعني بكون فيها نفقات اعتيادية موجودة بكل البزنس الشيء الوحيد والنفقة الاساسية يلي موجودة بامازون يلي هي شبيهة بالنفقات خلينا نقول يلي موجودة بالتريديشنال بيزنس بالاعمال التجارية المعتادة هي الميزانية يعني نحنا بحاجة لالالا حتى نشتري المنتجات يلي بدنا نبيعها اولا نحنا بدنا نشتري منتجات ونشحن هول المنتجات على مستودعات امازون يعني في نفقة معينة لشراء المنتجات وممكن انه المنتجات يكونوا موجودين بالدولة يلي نحنا عم نبيع فيها اذا كنتوا عايشين بالامارات او بالسعودية او ممكن حتى تجيبوا منتجات من خارج الدولة يعني مثلا من الصين وتبعتوهم على مستودعات امازون تانيا في النفقة لحتى نحط المنتجات بمستودعات امازون لحتى نقدر نفوتها بمجال الاف بي اي وهولي كل النفقات بحاجة لميزانية معينة يعني اذا بتفكروا فيها انتم مضطرين تعملوا استثمار بمنتجات قبل ما حتى تعرفوا اذا هول المنتجات رح ينجحوا على امازون نعم ام لا سالموضوع فيه شوية مخاطرة ولكن اهم من المخاطرة ورح نحكي عن المخاطرة هلا بعد شوي ولكن اهم من المخاطرة طبعا فيه ميزانية معينة وفيه فرق بين انه الواحد يشتغل على امازون من ناحية نظام امازون والتجارة الالكترونية اللي بتبتبعها امازون وبين انه الواحد يشتغل بنظام لدروب شبنج وين ما بيشتري منتجات وما بيقوم بشراء المنتجات فقط بيشتري المنتج وقت يكون العميل هو بده المنتج وقام بشراء المنتج غير موضوع المخاطرة طبعا بدكن تفكروا انه انتو بحاجة لميزانية يعني فيه حاجة لانفاق معين لازم نصرفه على المنتجات لحتى نقدر نشتري المنتجات ونرجع نقوم ببايع هول المنتجات والربح من امازون او من العميل اللي عم يشتري هيدا المنتج وطبعا ضروري تعرفوا انه امازون كمان ما بيدفع لكم كن يوم ارباحكم ولكن امازون بيجمع كل هول الارباح وبيقوم بارسال الارباح تبعكم كل 15 يوم على الحساب المصرفي الخاص فيكن او طريقة الاداعي اللي انتو حطيتوها داخل حسابكن على امازون يعني كل 15 يوم لحتى تستلموا اموالكن وممكن اذا ما كان معكم ميزانية صحيحة هيدا يأثر كتير على عملكن على امازون ويخليكم تنقطعوا من البضائع وينفذ المخزون عندكم خلينا فرجيكم شو قصدي بهيدا الموضوع خلينا نعمل شوية حسابات للمنتجات يلي بدنا نشتريهم بداعي انه نبيعهم على منصة امازون لحتى نعتبر انه تكلفة البضائع المباعة لـ 200 قطعة رح يكون تقريبا 7000 درهم رقم جيد اذا كان المربح تابعنا رح يكون تقريبا 30% يعني كافة لحتى نقدر نرجع نشتري منتجات تانين ولكن الشيء اللي بتكون تخدوه بعين الاعتبار هو انه تقريبا المنتجات لحتى نقوم بتصنيعه وشحنه وتسليمه لمستودعات امازون رح ياخد ممكن تقريبا 47 يوم هيدا بيعني انه اذا كنا نحنا عم نبيع تقريبا 4 قطع بالنهار يعني نحنا ضروري انه نقوم باعادة شراء منتجات اول منبيع 60 لماكسموم 80 واحدة من هول المنتجات الميتان اللي نحنا ستريناهن بالبداية وهيدا بيتطلب ميزانية لانه نحنا ما فينا ننتظر لحتى كل منتجات ما ينبيعوا على امازون نقدر نقبض حقهم لحتى نقوم بشراء منتجات اخرين لانه شو رح يصير رح ننفذ من البضائع وهيدا رح يخلينا نرجع نضطر انه نبدأ من السفر اما النقطة التانية يلي بتكون تفكروا فيها ويلي ممكن تخليكم وتقروا اذا هلأ الوقت المناسب انه تبدأوا عملكم على امازون او لا هي نقطة الوقت طبعا امازون هي نوع بيزنس وتنفكر بالموضوع منحسه انه بسيط جدا وطبعا بتحضروا كتير فيديوز على يوتيوب بتشوفوا انه الموضوع سهل ما بده كتير كتير عمل اذا بدنا نقارنوا بالاعمال المعتادة يلي نحنا بنعرفها يلي بده روحه على المكتب واشياء عديدة ولكن الحقيقة هي انه امازون خاصة بالبداية ومتل اي عمل تجاري اخر وقت الواحد يكون عم يبدأ عمل تجاري جديد فيه امور عديدة وفيه اشياء عديدة وفيه النقاط وامور جديدة بده يتعلمها هولي الامور كل اياتهم بدهن وقت كتير طويل وبدهن التزام من ناحية الوقت يعني اذا مفاكرين انه بتكون تشتغلوا على امازون لانه همكن انه مثلا تصرفوا اربع ساعات بالاسبوع كل اياته لحتى تقدروا تعملوا بيزنس ناجح هيدا الموضوع بتوصلولو ولكن بتوصلولو من بعد ما يصير البيزنس والعمل ناجح بالبداية تأسيس عملكم على امازون ووصول لمرحلة النجاح هيدا بده وقت كتير طويل وبده وقت يومي وعمل يومي والتزام يومي لحتى تقدروا توصلوا لهيدا المرحلة يعني امازون منا فعليا نوعية بيزنس فيكن تعملوها بيصرف فقط ساعة او ساعتين بالاسبوع او اربع ساعات بالاسبوع خاصة بالبداية وتبتكن تطلقوا هيدا العمل بده التزام وعمل يومي لحتى تقدروا توصلوا للمرحلة البيزنس بيشتغل بطريقة اوتوماتيكية وفعلا بيصير عندكن مصروف مصروف اخر غير العمل الاساسي تبعكن اذا حبيتوا هيك تعملوا امازون كبيزنس تاني اما تالت نقطة يلي هي السرعة بس عم نحكي عن السرعة من ناحية النجاح طبعا امازون والتجارة الالكترونية فيها نتيجة سريعة يعني دغري منحط المنتج تبعنا على امازون ومنشوف اذا العملاء دغري عم يشتروا المنتج نعم ام لا يعني في نتيجة سريعة مش يمكن منا موجودة بالاعمال الاعتيادية ويلي بدنا نقول انه شوي صار نظامة قديم لانه عم نقدر نوصل لعدد كتير كبير من العملاء يلي هني عملاء امازون بلحظة بمجرد ما يكون موجود المنتج تبعنا على امازون عم نقدر نعرضه على نسبة كتير كبيرة من الاشخاص ولكن اكيد النجاح على امازون بيتطلب وقت غير انه بيتطلب التزام مالي ومجهود متعلق بالوقت منه سريع يعني اذا فيتين على بزنس امازون ومفكرين انه رح تحطوا البضائع تبعكن اليوم وبعد اسبوع تكونوا يعني جبتوا نجاح حققتوا نجاح باهر هيدا الموضوع ممكن انه يصير ولكن نسبته كتير منخفضة مقارنة مع الاشخاص اللي بتقعد اشهر لحتى تقدر تخلي المنتج تبعها ناجح الموضوع بيتطلب صبر ولكن مش بس صبر يعني بيتطلب وقت وبيتطلب عمل وبيتطلب التزام من ناحية انه نخلي المنتج تبعنا دايما ناجح ونظلنا نعمل التغييرات يلي مضطرين نعملها لحتى نخلي المنتج ناجح الحقيقة هي انه الاشخاص او نوعية الشخص يلي بده يشتغل على امازون بده يكون عنده نفسية انه مش مستعد مش مستعد انه يقول خلص انا مني قادر بقى انجح عملت كل شي فيني اعمله ما بدي بقى اعمل شي الحقيقة هي انه بتلتزم الشخص يلي بده يبيع على امازون بده يكون عنده شخصية قوية وجبارة ويكون مستعد انه يعمل شو ما يصير وشو ما يكون لحتى يقدر ينجح اذا بعدكن مش عارفين اذا بتفوتوا بمجال امازون والتجارة الالكترونية او لا كونوا صراحين مع نفسكن وسألوا حالكن هولي الاسئلة للثلاثة الاساسية هل يا ترى انتو مستعدين تعطوا وقت وتعطوا التزام من ناحية الاموال وتعطوا التزام من ناحية انه تكونوا صابورين على النجاح او لا اذا بالنهاية انتو عندكن استثمار معين بتكون تعملوا وفي عدد كتير كبير من البزنسز فيكنوا تقرروا انه تستثمروا فيهم ضروري تعرفوا الحقيقة عن امازون لحتى تنجحوا فعلا وما تكونوا فيتين بامازون متوقعين اشياء تانية وطبعا التجارة الالكترونية وامازون عمل موجود ورح يضلوا موجود لعدد كتير كبير من السنين يعني ما تحسوا حالكن اذا ما بدأتوا امازون هلأ الفرصة رح تذهب منكن لا الحقيقة هي انه امازون والتجارة الالكترونية موجودة وعمل موجود ولكن ضروري انه انتو تكونوا جاهزين لحتى توصلوا لمرحلة وفعلا تقدروا تنجحوا فيها هيدا كان كل شي لهيدا الفيديو ما تنسوا انكم تعملوا لايك للفيديو تشتركوا بالقناة واضافة انتو تركوا لي تعليق باسفل هيدا الفيديو انا بشوفكم بفيديو جديد مع معلومات جديدة باي